وكثير من الناس لا يفرق بين الخوف الذي هو من صرف لغير الله فقد أشرك بالله وبين الخوف الفطري فلما سمع كلام العلماء وأن الخوف من غير الله عز وجل من الشرك بالله أتى ببعض الآيات التي فيها مثل موسى خائفا يترقب عليه السلام إننا نخاف أن يبطش فقال موسى و هارون خاف فمعنى هذا لم أشركوا بل قال الله عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمئت منهم رعبة أهل الكهف يعني لو اطلعت عليهم أشركت بالله بل قال الله عز وجل عن أبي بكر إذ يقولي صاحبي لا تحزن إن الله معنا فقالوا شوف يعني بكر كان خائفا إذن معنا ببكر أشرك بل الصحابة عندما حاط بهم الأحزاب خافوا خوفا شديدا حتى بلغت القلوب الحناجر فمعنى هذا أنهم أشركوا بالله الجواب لو أن إنسان خاف من سبع أو ظالم أو أحد يبطش به فهذا خوف فطري ما من إنسان إلا له طاقة إن لم تخاف من كذا تخاف شيء أكبر لكن خوف السر خوف العبادة أن يخاف الإنسان إلها يعبده بهذا الخوف هذا لا يكون إلا لله عز وجل فمن خاف مخلوقا كما يخاف المؤمن من الله عز وجل فقد أشرك بالله تبارك وتعالى وعلامة هذا الخوف اللي هو عبادة يكون خوف معه رجاء خوف معه رجاء والخوف الرجاء مع الحب والخضوع والتذلل فلذلك هذا اجتمع في الإنسان خوف من مخلوق ورجاء وحب وخضوع وتذلل صار هذا عابدا لهذا المخلوق ألا ترى أن عباد الأولياء يخافون من الأولياء صح؟ يخافون أن يفعلوا بهم شيئا ومع ذلك هم يرجون هذا الولي فيدعونه ويسألونه لذا ينذرون له ويذبحون له فمن كانت ترجو ولدا مثلا ذهبت للولي من كان يرجو شفاءا ذهب إلى الولي من أراد أن تقضى له حاجة نذر للولي فهو يرجو ويخاف منه يرجو ويخاف منه ويحبه لكن لو أن إنسان خاف من سبع أو حب إنسانا أو حب والديها أو زوجته أو أولاده ليس من الشرك لأنك أنت وإن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل تخاف من الرسول عيصة السلام؟ هل سمعت مسلما يخوفك بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقي رسول الله؟ الجواب لا ماذا يقال؟ اتق الله ربنا جل وعلا خوف عباده من نفسه قال اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال جل وعلا ولي من خاف مقام ربه جنتان الخوف من الله عز وجل عبادة له لكن إذا خفت من ظالم أنت ما تعبد هذا الظالم فأنت تخاف ولا ترجوه تخاف ولا ترجوه وتخاف من الظالم ولا تحبه بل تبغضه في قلبك فإذا اجتمع هذا خضوع وتذلل لمعبود مع الخوف والرجاء والحب صارت عبادة فإذاك أنت الآن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا تعبده تحبه في الله وتحبه لله لكن لو أن إنسان ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله حب الله يقتضي ماذا يا إخوان حب الله ماذا يقتضي عبادته وخضوع له صح أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ولله ما تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تخضع له تطيعه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله من يطع الرسول فقد أطاع الله قبل أن يرسله الله عز وجل قبل أن يصطفيه الله عز وجل ويرسله رسولا ما كانت طاعته واجبة لكن أوحى الله إليه أوحى الله إليه بوحي وآمر باتباعه وطاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله قال ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا في المقابل قال ومن يعص الله رسوله فقد ظل ضلال مبين لأن طاعته من طاعة الله لأنه يعبد فما هو إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول فما هو إلا عبد لله عز وجل سبحان الذي أسر أبي عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى وإن كنتم في رأي مما نزلنا على عبدنا فقال عليه الصلاة والسلام لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فأقول عبد الله ورسوله فهنا في فرق يعني الفروق هذه مهمة جدا فإذا كنتبس على كثير من الناس ما يعرف ما هي الذبيحة التي هي عبادة لله فلا يذبح إلا لله ولا يذبح لمخلوق تقرم إليه فيكون أشرك بالله ما يعرف الخوف الذي هو عبادة لله عز وجل فلا يجوز أن يخاف مخلوق أنك خوف من الله وبين الخوف الفطري كالإنسان له درجة ويخاف فما يفرق بين هذا وهذا فلذلك تجد إيش يقول يستدل بالآيات اللي فيها ثبات الخوف من مخلوق موسى عليه السلام خاف من قومه صح؟ لما قتل فرعوني خاف من قومه كان مشركا لأنه خاف من قومه وخاف لما أرسله الله وأمره أن يذهب إلى فرعون خاف منه أن يبطش به فلم يكن مشركا بذلك لأن هذا ظالم ويقتل الناس يذبح بني إسرائيل يذبح ابنهم ويستحي نساءهم فطبيعي جدا أن يخاف مننا لكن هذا ليس الخوف الذي هو الشرك بالله عز وجل أما من خاف مخلوقا كما يخاف الله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر ولذلك تجد عباد الأولياء يخافون من الولي وهو ميت منذ مئات السنين حتى إذا تكلم أحد وقال لا ينفعكم هذا ولا يجزع وقال أسكت لا يغضب عليك الولي كيف يغضب عليه ميت لا يغضب عليك والله يفعل ويفعل بك حتى الأنبياء والرسل لو دعوا قوامهم إلى توحيد الله خوفوهم بالمخلوقات كيف تقول لا تعبد كيف تقول لا تستحق العبادة والحق أنها لا تعبد ولا تستحق العبادة ولا يجوز أن نخاف منها لأنها لا تملك شيئا لا تملك شيئا لنفسها فضلا تملك إيش لغيرها فقال إن الذين هم خشة ربهم مش فيقول الخشة معها الخوف إلا أنها درجة أعلى من من الخوف